اشتركوا في القناة في كل لقاء أن نقف على شيء مما أخبرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم دليلا وعلامة وشرطا على قرب قيام الساعة لعلنا ننتبه فنتعظ لألا نكون شرطا من أشرطها ولألا نقع في فتنة من الفتن التي بين يديها ومعنا بأمر الله جل وعلا من علامات قرب الساعة انتشار الفحش والتفحش اللسان الذي يخرج ما لا يرضي الله جل وعلا هذا من علامات الساعة حين تسمع أناسا يسبون ويشتمون في الطرقات اعلم أن الساعة قد اقتربت حين ترى شابا معلش في اللفظ يصبح على شاب تاني بالسب والشتم والله رأيت شابا يسب في الطريق واحدا أمامه سبة تستوجب إقامة الحد شادروا لك طب كده يعني ساتموا شتمة الشتمة دي لازم يقام عندي الحد بها لازم حده القذ حده القذ ووجدته يضحك والتاني بيضحك خلنا حرام عليك قال لا ده بيهزر بيهزر قال لا سواء بصبح عليك كده عوز بالله أن يصبح الفحش هو معلش بديل السلام ينادي عليه بل يقول السلام عليكم قال لي يا ابني كذا والله تسمع أطفالا صغارا الله في الشارع شاب عفا طفل لا يزيد عن ثلاث سنين ظل يسب ويشتم شتائم في غاية الكبح في غاية الكبح لو في في وجود الدولة الإسلامية المقامة المقيمة للشريعة والله العظيم لو رغي الكبير يقام عن الحد يردرب تمانين جلدة طفل صغير جاب عمين أكيد يعني مش راضع هذه الشتائم سمعها من أبيه ومن أمه ومن خاره ومن عمه تشوف واحد يجي هزم معاه زغاره واللي يا ابني كذا ويشتمه تشوف كده تشدوا الطفل الصغير يشتم أبا والأب يبتحك عشان بيمطأ أو مرة يتكلم تعوزوا بالله الله جل وعلا يبغض هذا وهذه علامة من علامات الساعة النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يبغض ربنا بكره في أحد من كده اوعى ربنا يكرهك يا أخي اوعى ربنا يبغضك تعيش إزاي وربنا بكرهك في الدنيا دي إن الله يبغض الفاحشة البذيئة الذي يخرج الكلمات الخبيثة ده خبيث مش أنا اللي قلت ربنا اللي قال والذي يخرج الكلمات الطيبة ده طيب ربنا قال الخبيثات ده الخبيثين والخبيثون للخبيثات معناها ده تفسير الأول يعني الكلمات الخبيثات تخرج من الخبيثين والخبيثون يخرجون الكلمات الخبيثات والعكس والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات يعني الكلمات الطيبات تخرج من الطيبين والطيبون يخرجون الكلمات الطيبات فإياك أن تكون خبيثا فاحشا متفحشا فتكون علامة من علامات الساعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما رأى الطبراني والبزار من حديث أنس ورأى الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمر بن عاص وصحاه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أشراط الساعة الفحش والتفحش الحديث إن في فحش ويوم بعد يوم بيزداد التفحش حتى تسمع من يتكلم عن العورات بأسمائها من يتكلم عن يعني العلاقات الزوجية في الفراش بمنتهى الحرية هذا اسمه فحش وتفحش وهذه من علامات الساعة التي تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكون المؤمن كذلك أبدا المؤمن ربنا قال عنه وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد اللي عاوز يهدى إلى طريق ربنا يبقى طيب من القول لا يتفحش أبدا تسمع واحد بيكتاب واحد بيتكلم عنه بيقول عنه كلام قبيح تقول لي يا أخي تقل لا دي غيبة ونميمة يقول لك أنا أقول له فوش ما أنت لو قلت من وراه تبقى غيبة وبهتان ولو قلت أدامه ويبقى فوحش وتفحش وما كان النبي ذلك أبدا وما كان المؤمن كذلك أبدا ليس المؤمن بالطاعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء اللي سنبذيء دا مش مؤمن بينه وبين الإيمان بونا شاسعا ليس المؤمن بالطاعان يقول الكلام غلط ويرمي كلمة فيها بهتان ويقول كلمة فيها قذ دا مش مؤمن أبدا حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم مع أن الله جل وعلا أجازة أن يرد الإساءة بإساءة مثلها لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم لكن لا يكون ذلك أبدا شوف على النت سب والشتم والألفظ القبيحة والنكة التي تدخل جهنم الله والذي يظن أنه هو بيرد عن المظلومين وبيتكلم في حق المظلومين ويسب شتائم ويلعل دين الله جل وعلا ويقذف المحصنات الغافلات المؤمنات هذا ملعون في الدنيا والأخيرة نسأل الله السلامة العافية النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له اليهود السام عليك السام يعني إيه؟ يعني نموت والهلاك والنبي اسمها صح وعارف أنه ما بقوله إيه وعارف أنه بده على النبي أنه يألك حديث في الصيحين دخلوا على النبي فقالوا السام عليك يا محمد فقالت عائشة وعليكم السام واللعنة وغضب الله عليكم عليكم تل هلاك واللعنة وغضب ربنا فقال النبي ماهلا يا عائشة بالراحة بالراحة فيه يا عائشة دوش كلام ده ماهلا يا عائشة عليك بالرفق وإياك وإياك والعنف والفحش إياك والفحش يبعد قولي كلام وحش قالت يا رسول الله أولم تسمع ما قالوا لك لم تسمعتهم ما قالوا إيه؟ بقولي يا رب تموت السام عليك كلمة وحشة الهلاك عليك فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولم تسمعي ما رددت عليهم؟ أنا قلت إياه؟ هم قالوا السام عليك أنا قلت لهم إياه؟ وعليكم بس ما قالش حتى وعليكم السام ما نطعش ما نطعش النبي على السلام قال باعليكم قال النبي على السلام يستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم في يعني هما دعوا علي بها لك أنا مش أهلك إلا إذا أراد الله أنا قلت وعليكم ترجع لهم احنا صغارين كالتعلمني ام كده لما حد يجتمك قل الله سمحك الوقت الام تقوله ايه اجتمه يا لا انت سيبه سجلت له انت عيل انت مره اضربه يا لا اجتمه يا لا لا نريد ان نرجع لأخلاقنا لأخلاق محمد صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاهج ولا البذيء اياكم ايها الكرام من الفحش في الاقوال وفي الافعال النبي عسلم يقول ان شر الناس منزلة عند الله من تركه الناس او من ودعه الناس اتقاء فحش اشر واحد عند ربنا اللي انت بتخاف تكلمه لحسن لسانه بفلت وبشتم وبيقول الفاظ قبيحة فانت شاره هذه الفاظ والمزاح الكذب والنكات التي فيها فحش خلي بالك والله اضيع الدين حتى لو انت مسلم حتى لو انت طائع الفحش من القول يضيع العبادة قال النبي عليه الصلاة والسلام اذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يصخف في الصيام من فحش تقول كلام رفث يعني كلام قبيح يضيع الصيام قال تعالى فمن حج البيت فلا رفث يضيع الحج لو انت رفثت قلت كلام قبيح فاياك ان يخرج ان يخرج من لسانك سب او شتم او كلام قبيح حتى لا يكرهك الله حتى لا تكون شرطا من اشرة الساعة حتى لا تطرد من رحمة الله نسأل الله السلامة والعافية وان يرزقنا جميعا لسانا طيبا وقلبا طيبا وصلى الله سلم وبركنا نبي محمد الحمد لله